قبل أن أتحدث مع ضيفي نتابع جرافك لتوزيع المنتخبات الخليجية وهو التوزيع الذي فيما يبدو أن اللجانة الفنية كانت قد واجهت فيه الكثير من الأحاديث على أي حال المجموعة الأولى المملكة البحرين باعتبار الاستضافة سلطنة عمان دولة قطر الإمارات العربية المتحدة في المجموعة الثانية الكويت البطل في النسخة الماضية الجمهورية اليمنية المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق أسامة مجموعة متكافئة أم الكفة ترجح لواحدة على حساب الأخرى طبعا في البداية أرحب زميلي زكي في الدمام أبو خاد من خلال نظرة للمجموعتين يبدو أن هناك تكافأ كبير في المجموعتين من خلال ما نشاهده في المجموعة الأولى يتضم البحرين وقطر وعمان والإمارات الإمارات عائدة من أولمبياد لندن وهي الفريق الذي سيمثل في بطولة كاسر خريج العمان وقطر الآن يشاركون في تصفيات أو المؤهلة للهيئة كاسر عالم وسيكون في جهازية كاملة لبطولة تنطلق بعد شهرين إلى جانب مشاركاتهم في منافساتهم المحلية نتي المجموعة التي أعتبرها الأهم لمنتخبنا وهي مجموعة التاريخ نتصورها لأنها مجموعة العراق والكويت التي دائما ما يكون لنا معهم مواقف كبيرة وتحديدا في كاس الخليجي للكويت والسعودية تحديدا والعراق هي بطولات مستقلة غير بطولات المنتخبات الأخرى لذلك سيعود التاريخ من خلال هذه المجموعة ولكن أنا أتصورها مجموعة صعبة جدا عن منتخبنا السعودي بالإضافة لأنها مجموعة ستجعلنا في محق كبير لما قدمه السيد ريكارد في المرحلة المقبلة وستكون هي الفيصل السيد ريكارد على الأقل نقول قبل دخولنا في تصفيات كاس آسيا هي المعترك الحقيقي للمنتخب السعودي للمنتخب السعودي قبل دخولنا في تصفيات كاس آسيا لكن هل قاده حظه الأخضر أن يكون في المجموعة الأقوى بالإمكان أن يواجه منتخبات الكويت والعراق في نصف النهاية والنهائي بس بخاد في نقطة مهمة للمنتخب السعود يتواجه في مجموعة قوية ويقابل العراق في أول مشارك أو في أول مباراة في هذه البطولة فهي تعتبر يعني دخول أو استهلال قوي نعم استهلال قوي وإضافة إلى أنه سيكون العراق خارج بنفس مستويات الإمارات وعفوا من إمارات قطر وعمان من تصفيات كأس العالم لذلك سيكون هناك قوة خصوصا إذا ما علمنا أن المنتخب العراقي رغم أنه حظوظه في تصفيات المؤهد لكأس العالم بدأت تقل ولكن من المنتخبات المزعجة والمنتخبات القوية والمنتخب السعودي يعني يكفي في المشاركات الأخيرة كان له العراق ندية والمثال حي هو 2007 عندما خسرنا كأساسي لذلك أنا أتصور هي مجموعة قوية لمنتخبنا هي محق حقيقي جدا للسيد ريكارد ليبين ما قدمه لمنتخبنا السعودي من خلال أو منذ تسلمه لمهام المنتخب السعودي إلى تاريخ السيد ريكارد أمامك شهرين شهرين تعتبر فترة لكن في المقابل المنتخب السعودي أن يواجه مثل هذه المنتخبات في المجموعة الأخرى المستويات تبدو متقاربة إلى درجة كبيرة صحيح؟ نعم قد يكون فقط المنتخب الأضعف في ذلك هو منتخب أموك الأضعف قد يكون حظوظه الأقل هو منتخب البحرين المنتخب البحرين خصوصا علمنا أنه خسر مراهودية قبل يومين أو قابلها في الأسبوع الماضي بحدود ستة هدام من الإمارات ولكن هو الأقل حظوظا ولكن إذا معلمنا أنه فريق يلعب على أرضه وبين جماهيره سيتغير الوضع بشكل كامل نعم منتخبات الباقية هي منتخبات متساوية في المستوى الفني منتخبنا السعودي في حال تأهله لمرحلة نص النهاية قد يقابل منتخبين من هذه المنتخبات صحيح قد يقابل طبعا الإمارات وقطر إذن الخيار كله متوفر لمنتخبنا السعودي ولكن أنا في التصور هي يعني جت يعني بشكل جميل جدا جدا لمنتخبنا لتجعلهم قياس حقيقي أن يبدأ قويا أن يبدأ قويا بخارج وتكون على الأقل إذا بنرجع إن شاء الله ببطولة ترجعنا في الخليج اليوم تبعت أنت مراسم القرعة كانت مبهرة الحقيقة للشكاف البحرية مبهرة في نفس الوقت بسيطة أنا جبت حقيقة بالقرعة أنه لم يتجاوز وقتها بخارج في حدود يمكن أنه مبالغة في حدود 15 دقيقة كان سحب دقيق وكان سحب سلس ولكن يبدو أنه كان لي حقيقة ملاحظة من خلال التصنيف يبدو أن التصنيف حددنا من الأول نحن لن نتقابل نو قطر أو لن نكون نحن نو قطر في مجموعة هذا طبعا مبررات المنظمين أو مبررات اللجنة المنظمة أنه أخذوها على تصنيف الفيفا وأنا في التصوري ما كان ودي حقيقة هو كان أمس أمس كان في حديث عن هذا أنه لم يتم الاتفاق على الذيل لأنه هناك كان كثير من الآراء طريحت في الاجتماع الذي عقد اللجنة الفنية حول التصنيف المنتظر للقرعة وحسب ما أعلنه تقاربها في المراكز وهذا الذي كان معمول فيه ويبدو أن نطبق هذا نعم حسب ما أعلنه يكون حسب تصنيف الفيفا أنا تمنيت أنه حقيقة يكون أدقش يعني بالنسبة للبحرين والكويت هذا فريق منظم أو منتخب دولة منظمة هو فريق ومنتخب حامل لقب ولكن منتخبات البقية يعني كان يفترض أن يكون فيها عادة تصنيف من أول ولكن الأنفة تصنيف هي متكافة يعني حتى لا عمان ولا الإمارات كلها منتخبات قوية بحجم منتخبات مثل العراق ومثل السعودية اليمن أنا عدم ذكري لها وعدم التحدث عن أثر لأنه فريق يعني منتخب خاص لأنه قد يؤثر في ترتيب المجموعة قد يؤثر بمواقب معينة يعني نحن شفناها في البطولة نظمة عندنا في اليمن الأخيرة ما كان اليمن بذلك الفريق مزعج وخلال السنتين الماضيات ما قدمنا شيء يستطيع أن يكون منتخب متطور يعني كلها الأشياء ترطي لانطباع أنه سيكون في ذيل المجموعة والتنافس في البطاقتين سيحصر بين المنتخبات الثلاثة على أي حال سيتظل كاس الخليج مصدر الحديث والأحاديث في الفترة المقبلة للخليجيين بشكل عام